سابعا لغو المجلس كثيرا من مجلس مجالس وكرام لا كذب على غيظة على نميمة على بهتان على يعني لغط لغط ولغو قال عليه الصلاة والسلام من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك قال ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارته هذا حديث صحيح هذه كفارة المجلس ما أكثر المجالس وحتى مجالس النساء مثلا يقع فيها لغط كثير ولغو أشياء طيب هل من شيء يمحو هل من شيء يكفر هل من شيء والله شو عندك يعني عندك هذه كفارة المجلس العظيمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك كفارة القطيعة أنت شاجرت مع واحد وقاطعته ولا عد لا يكلمه ولا تكلمه ولا يكلمك ولا تكلمه ولا تكلمه خرص مصارمة مهاجرة مقاطعة إيش الكفارة قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكذان عن الحق مداما على صرامهما يعني على القطيعة وإن أولهما فيئا أول واحد يرجع للثاني يسلم عليه ويزيل القطيعة يكون كفارة عنه سبقه بالفيء وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا وإن ماتا على صرامهما يعني على القطيعة لم يدخلا الجنة جميعا أبدا وإن سلم عليه فأبا أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان راه أحمد وحديث صحيح أنت هو لما يعمل لك قطيعة ولا تعمل لك قطيعة ولا بينك وبين أختك ولا بينك وبين يعني بنت خالك ولا بينك وبين جارتك لما تصير قطيعة بعدين أنت تندمين أو أنت تندم ولا ترد تسلم عليه تتصل عليه ولا تروح إلى بيته ولا تتصل عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الناس ما في رد ما في رد أنت لما تسلم الملك يرد عليك فيقول الملك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهو يرد عليه الشيطان رأس طيب نختم نختم بي يعني كفارة عظيمة للكبائر جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة شوف السؤال قال هل لك من أم عندك أم على قيد الحياة قال لا آه فات قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها إذا رح شوف لك شيء تبر به أمك إذا أنت سويت مصيبة رح شوف لك شيء تبر في أمك وإذا أمك فاتتك الحق على خالتك الحق على خالتك لأن الخالة بمنزلة الأم جاء رجل إلى عمر قال إني قتلت نفسا قال ويحك أخطأ أم عمدا هل من والديك أحد حي قال نعم قال أمك قال لا والله إنه لأبي قال انطلق فبره وأحسن إليه فلما انطلق قال عمر والذي نفس عمر والذي نفس عمر بيده لو كانت أم حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا وجاء رجل من عباس قال قتل قتل رجلا قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فسألوا عطاء ليش ابن عباس سألوا أم حية ولا لا فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة وقال مكحول بر الوالدين كفارة للكبائر